فهي مصيبة والله العظيمة وشفق عليه جداً رجل في عصر الإمام الأوزاعي اسمه غيلان ابن مسلم أو غيلان ابن عبد الله مختلف في اسم أبيه الدمشقي مشهور هذا الآن من يقرأ عم العقائد يقول له كهذا الزنديق مهرتق هذا يعني هرطوق زنديق هذا كذا لا لا ليس زنديق واضح أن الرجل كان من القدرية كان ضد النزع الجبرية التي يبرر بها بن أمية ظلمهم واضطهادهم للناس الله بده هيك ما الله بده هيك الله قضى هيك لماذا أنتم تسيرون ضد قضاء الله نزع جبرية لا يمكن أن تجد طاغوتاً أو حاكماً دكتاتورياً أيها الإخوة مستبداً يحب النزعات القدرية يقول لك لا الإنسان مسؤول عن عمله كل إنسان مسؤول واحد يقول له وشو هذا هذه نظرية بدهية قرآنية هذه كل نفس بما كسبت رهينة لا تجل وزيرة بما كانوا يعملوا بما كانوا يفعلوا بما كنتم تعملوا قرآن أولو في العيات تؤكد أنك مسؤول وإياك أن تسمع الأكاذيب ووساوس النفس أيضاً أنت مسؤول ما في شيء تمام بيت مسؤول أمام الله الله لم يكذب عليك الله لم يخدعك أنت مسؤول كل ما تأتيه وما تتركه أنت مسؤول عنه وستحاسب عليه وخلي الصفسطات هذه تنفعك فيهم القيامة ويش هتنفعك على الفكرة والإنسان مع نفسه بصير ولو ألقى معاذيره للأسف غيلال الدمشقي كان هكذا منطق المسؤولية يقول من الخليفة إلي كعالم إلى أدنى واحد يقول مسؤولون قال أنا كعالم سأبرئ ذمتي سأقول ما أعتقد سأرمي بها في وجه السلطة وجه علماء السلطة وقلهم لا لا تظلموا الناس لا تأكلوا أموالهم ثم تقولوا بعد ذلك الله قضى بهذا الله أراد هذا قال أعوذ بالله أعوذ بالله قال أن أجرم في حق الأمة والدين هذه الجريمة وأكثب على الله لا أنتم المسؤولون طبعا يغضب السلطة جدا مثل هذا المنطق التحريري للإنسان تحريري وتنويري لأنه المنطق الجبري منطق اعتقالي يعتخلك يجمدك يقول خلاص فيها خير فيها خير كل هذا الظلم والعبث فيها خير فيها الله بدهك يا أخي احنا أحكم يا الله وطبعا كل شيء بمشي بالطريقة هذه استقالة استقالة تامة استقالة تامة